في حادث مأساوي يثير الكثير من الجدل توفي شاب بريطاني يبلغ من العمر 26 عاما بعد سقوطه من جسر تالافيرا دي لارين المعلق الذي يعرف بجماله الخلاب وكابلاته المعدنية البالغة عددها 152 الشاب الذي لم يكشف عن اسمه كان برفقة صديق له يبلغ 24 عاما عندما قرر تسلق الجسر لالتقاط صور مذهلة لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي على بعد حوالي 110 كم جنوب غرب مدريد وفقا للسلطات المحلية فإن هذا القرار المتهور أدى إلى نتيجة مأساوية وخسارة لا تعوض مكارينا مونيوث المسؤولة عن شؤون السلامة العامة في البلدية أكدت أن الشابين جاء إلى تالافيرا بغرض المغامرة رغم التحذيرات المتكررة بعدم القيام بمثل هذه الأفعال تحت أي ظرف لقد كررنا مرارا أنه لا ينبغي القيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف قالت مونيوث في إشارة إلى المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها مثل هذه المغامرات وذكرت الصحافة الإسبانية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة قبل الحادث جعلت السطح زلقا بشكل خطير مما زاد من احتمالية وقوع الكارثة جسر تالافيرا الذي أصبح نقطة جذب لعشاق المغامرة وصانعي المحتوى يشهد الآن تداعيات مأساوية لهذا النوع من السلوك المتهور فهل سيكون هذا الحادث بمثابة جرس إنذار للجميع حول المخاطر التي تنطوي عليها الرغبة في الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم ستستمر المغامرات المتهورة في جذب المزيد من الأرواح الشابة إلى المخاطر؟ تتوالى الأسئلة والقلوب تتألم لفقدان شاب كان يسعى وراء لحظة من التألق على منصات التواصل لكن الثمن كان باهضا للغاية